أعلنت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع الاتفاق مع الغرف التجارية المصرية على ضرورة الالتزام بالتعقدة المسبقة وفقا للأسعار السارية قبل زيادة سعر صرف الدولار وما سبقها من تدعيات اقتصادية على مستوى العالم كما أعلنت وزيرة التجارة الاتفاق على الالتزام من الغرف التجارية والصناعية بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع والمنتجات وثبات الأسعار ودراسة منساهمة الغرف التجارية بنسبة تبلغ 2.5% من الاحتياطية النقدي وذلك للغرف في توفير شنطة رمضان بالتنسيق مع المحافظين جاء ذلك خلال لقاء الموسع الذي عقدته مع الرؤساء 27 غرفة تجارية وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم